خلونا نستقبل او ارتصال تليفوني ونقول الو 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 ايوة مساء الخير مساء اتعرف بيكي مونة اه يا مونة ازايك اخوة حضرتكي الحمد لله مونة كم سنة مونة 21 كده يعني كده يعني ماشي متبط يا مونة اه طيب النهاردة حلقتنا مفتوحة يا مونة عايزة تقولي ايه انا تحت امرك لأ بو سيمونة يا ريت توضح ليه بقى الكلام شوية عشان اقدر افهمك وليلي بقى ايه الحكاية اتخطبت عن عندي خمستاشر سنة خمستاشر سنة اه 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 يا ام ايه اه انت كنت بتحبيه يا مونة اه واه واه اه 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 ازي ازي اثي اه فانتي قلت العايزة والعايزة تعليمي. اه. اه. تمام. اه. اه. انا ارتبطت بوحدة. لأ انا مش سمع حاجة خلص منك يا مونير توضح لي الكلام لو صبحتك. ارتبطت بواحد تاني. ايوة. اه ارتبطت بازاي? يعني ارتبطت بالشخص ده انت بتقولي مرة واثنين وثلاثة. ازاي ارتبطت. اه. بعدها مرة واثنين وثلاثة. ده هو ده الشخص اللي انت ارتبطت بيه بعد الخطوبة. اه. وبعدين? اه. جبت اخل مرة الخطوبة في هذه الوقت. اه. اه. انا مش سمعك يا مونة مع الاسف. قال لي لازم سيجيلي بلازي. اه. عظايفك اهلي شفوكي وشوفيهم كده. ده وانت مخطوبة الواحد تاني. لأ لانا بحبه هل قال لي كده. اه. انا بحبه. اه. قال لي لازم سيجي عن زمان. اه. اه. فيك واهلي شفوكي وزي قابلتي العيشة انا ممكن اختارك. اه. ورح طيلوا البلد. بس عليك افردتانو انا مكاهرة ورح طيلة لجم. اه. تمام? اه. 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 احنا عندي صاحبه وكانت اهلو ولا كانت نجدي خالص. تمام? اه. انا مش سمع مونة وفيه صوت عندك طالع مش عارف صوت تطالع منين. طب كده. اه. مفضلي اه. اه. ارح طلعه. اه اه. طلع عملك كمين وجابك لحد تطهت لحد عنده. اه. اه. scraps يتحاول توضحيلي ينقفل مسلا ونحاول اتصد بك تاني. بقول لك مرة واتنين وثلاثة. روح تيله مرة واتنين وثلاثة. انا روح تيله مرة هو بقى يجيلي هنا بعض. حصلت علاقة ما بينكو يا مونة? حصلت علاقة ما بينكو? علاقة كاملة. مم. وبعدين? ده خطيبك اللي معك. اه. وختيبك طبعا مش عارف اي حاجة. مش عارف ان انتي في علاقة تانية مع واحد تاني وفي علاقة بينكم. طبعا وما بتحبيهوش برضو. مم. وبتحبي انت الانسان التاني اللي ضحك عليك. اه. طيب بص يا بص يا مونة. اه. صعب جدا. يعني اه. انا بس عايز اوصل لك اللي انا اللي في قلبي يعني اللي عايز اقولهولك مش عارف ازاي اوصلهولك ولكن. اه. كتير جدا بنلاقي ناس قدامها مخدة نظيفة وسرير نظيف. وقودة نظيفة وتنزل تنامع الرصيف. كتير جدا بنلاقي ناس قدامها اكلة نظيفة. وشاهية وحلوة ومبوخة حلو. وغاوية ترامرة. ولما تيجي تقولك في ناس كده لما نقعد نسباحهم يقولك ايه? انا لو قدامي دي كرومي محمر. اضرب سندوت شنس جوء. بلا دي من الشارع. يعني ربنا بعيدت لك حاجة نظيفة كويسة. انسان بيحبك وبيصونك وهيخطوبك ويتستتك ويتجوزك ويعلي من امتك ويكون معاكي بيت واسرة. وانت عمالة تروحي للي بيجتمك وبيزعقلك وبيضرابك. وبيجيبك لحد بلدهم عشان يعمل معاكي علاقة مش مزبوطة. بتلوص سمعتك وبتلوص تاريخك وبتخليكي تمرسي حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش عنها. طيب. قوليه لانتي? ايه اللي يخلي قدامك النعمة والخير? وعملت بصي على الحاجات اللي مش كويسة. انا بس مش عايزة اقول يعني اشبه تشبيهات لان فيه الراديو ده بيخش بيوت الناس. فيعني صاحب العقل يميز. هتقوليه بحبه وبموت فيه. طيب. ايه كيف القرف بقى يجيب له معلاقة? مالهاش حل تاني طالما انتي بقى غاوية كده. فكيف القرف يشتري له معلاقة عشان ياكل بمزاكي.